إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا ثم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون كل عام وأنتم بخير Today is the first khutbah in the 2018 السنة الميلادية أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلها سنة خير وبركة على جميع المسلمين اللهم آمين Our talk today about insha'Allah العلم The knowledge The importance of seeking knowledge Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim This is hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam طلب العلم فريضة على كل مسلم It's obligation To seek knowledge is فريضة على كل مسلم العلم It's very important العلم وعلم أنه لا إله إلا الله وستغفر لذنبه Surah Muhammad sallallahu alayhi wa alam Seek knowledge Then action Without knowledge we cannot do anything This is Anas رضي الله عنه عن Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam طلب العلم فريضة على كل مسلم منزلة العلم والعلماء في الإسلام The knowledge and the knowledgeable in Islam الله سبحانه وتعالى revealed Many آيات in so many سورة about العلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان نون والقلم وما يسترون والقلم علمه البيان علم الكتاب والسنة There are so many kinds of knowledge علم الدين وعلم الدنيا علم الدين وعلم الدنيا We need both علم الدين and علم الدنيا Knowledge of the faith And the knowledge of the dunya We need it We need an engineer A pilot We need a driver We need a carpenter We need all these kind And we need The alim The hafir The murabi We need all those categories قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah raised The who are the believer And who has knowledge He raised them He raised their value Toward Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Raised in degree Those who have been granted knowledge Al-jannah وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء Very famous آية Surah Fatir 28 إنما يخشى الله The one who fear Allah more Who has more knowledge When you have more knowledge You fear Allah more subhanahu wa ta'ala When you know that Allah prepared for you A jannah عرضوها السماوات والأرض Then you pray much Other than the faridah And you fast and give and give You seek beyond al-jannah Al-jannah It's only those who have knowledge Fear Allah more ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين If Allah loves anyone He give him more knowledge In الدين And الدنيا فضل العلم في الدنيا والآخرة The importance of knowledge In here and the day after عن أبي الدرداء It's a famous hadith Of Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة إلى الجنة If you go for knowledge If you go for knowledge To know how to read the Qur'an To read the hadith Sunnah Anything From that Allah subhanahu wa ta'ala Will arrange you A place Or a road A path Toward al-jannah العلماء Allah subhanahu wa ta'ala He loved The one who has Knowledge Allah subhanahu wa ta'ala Mentioned in surah 114 It's a famous ayah وقل ربي زيدني علما وقل Say My lord Allah Increase Me Increase My knowledge وقل ربي زيدني علما وقل It is for Muhammad صلى الله عليه وسلم وقل Say But it is What is for Muhammad It's for all of us وقل ربي All the time You have to say وقل ربي زيدني علما وقل ربي زيدني علما And the hadith of Jibreel هذا Jibreel أتاكم يعلمكم دينكم You remember The hadith of Qudsi When Jibreel عليه السلام When they came To Rasulullah صلى الله عليه وسلم And he stood In front of him He put his hand Close to Rasulullah And he asked him What is Al-Islam What is Al-Iman What's Al-Ihsan Nobody knows Who is that But he He is Jibreel After he left He did Rasulullah That Jibreel أتاكم Jibreel عليه السلام يعلمكم دينكم He came To show you Your deen It's a comparison Between the one Who know And the one Who doesn't know Are there Or are those Who know Equal to those Who know Not No Yerfaa Allah Al-Aulamah Derejahat Yerfaa Allah الذين آمنوا Minkum والذين أوتوا العilm Derejahat وَالْعِلْمُ رَحْمَة وَفَضْلٌ كَبِيرٌ If you have knowledge It's a mercy from Allah It's a plus from Allah Allah Love you يُؤْتِ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Allah give الحكمة الحكمة means العلم والعلماء أن يسد الحكمة الكتاب والسنة كتاب من قرآن والسنة الله give القرآن والسنة لمن يُؤْتِ انما يخشى الله من عباده العلماء ويُؤْتِ الحكمة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الحكمة فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا If Allah give you the knowledge of the قرآن or the الحديث It's baraka from Allah سبحانه وتعالى الحديث وعثمان It's all the مصاحف mentioned in the first especially the saudi mصاحف the one printed from saudi you look back as man the third أمير المؤمنين this hadith narrated by عثمان على رسول الله sallallahu alai sallam خيركم من تعلم القرآن وعلما the best among all of us the one who has the knowledge of القرآن How to get knowledge of القرآن You cannot teach yourself by yourself القرآن يُؤْتَى من أفواه العُلَمَاء You have to sit in front of the one who has knowledge of القرآن to see his mouth مَخَارِج الحُرُوف وَالْإِطْغَام وَالْإِقْلَاب وَالْمُدُود وَا 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 الْآخَرِي from the one who has Quran خيركم من تعلم القرآن وعلما if you get the Quran and you teach the Quran you will be from الخير from the one Allah select from Allah select those خيركم the best among all of you the one who get knowledge of القرآن and he teach Quran to other ومعرفة مراد الله في كتابه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم you know what are you reading if it is Quran or حديث وسائل العلم so many kind to seek knowledge علم الدين وعلم الدنيا وعلم الحديث وعلم الحلال والحرام so many you need to know the din the faith you need to know the Quran the meaning of why this ayat revealed to Rasulullah and the hadith and there is another also علم الدنيا all like IT people engineering such and such we have to have both balance we need a pilot we need a nurse we need a lady doctor lady as we need a man doctor as a muslim we need all of them we need a teacher we need all this kind of katorism of العلم but we have to also to look for for علم الدين علم الدين قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم الدنيا الدنيا ملعون الدنيا لا ملعون لو لا لديك 知識 اذا لا لديك 知識 لا ملعون لديك كما additive لا لديك 得 عليك المال one قال لكميل a man named كميل ابن زياد يا كميل he called him يا كلي يا كميل العلم خير من المال هل العلم خير من المال is the knowledge better than money what did he say is the money or knowledge which one is more better for us the money or the knowledge قال العلم يحرسك العلم يحرسك knowledge is protecting you وأنت تحرس المال and you guard the money see where we put our money where in our bucket we put it in bank in saving treasury luck and luck and luck and luck subhanallah but the knowledge it's worth والعلم يزكو على الانفاق and when you give money or knowledge the knowledge والمال تنقصه النفق المال the money when you give نفق all the time it's done you have to get it work والعلم حاكم العلم حاكم is a guard and protect والمال محكوم علي you spend today when I came from Chicago I put gas and things stop money money but the knowledge is still there من سلك سبينا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة if you go for a درس or knowledge or lecture whatever to seek knowledge الله سبحانه وتعالى will make it easy for you إلى الجنة من خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها if you go for a knowledge the angel would put their wings to you toward الله سبحانه وتعالى المال يحسن المؤمن وغير المؤمن the money you find the muslim the non-muslim the mu'min or non-mu'min all of them but about the knowledge who will get the good knowledge especially the knowledge of the deen the day after the day after الحمد لله as a muslim we have the knowledge of the dunya and we have the knowledge of الاخرة إن شاء الله والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن the good knowledge just for the mu'min إن فضل العلم خير من فضل العبادة فضل العلم خير من فضل العبادة what does it mean if you worship Allah hundreds of years and you don't have any kind of you don't know how to worship Allah you don't know how to make dua you don't know how to pray or to fast or 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 there is an ayah famous ayah surah Muhammad sallallahu alayhi wasallam the last ayah down واعلم واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك you have to seek knowledge then action I mentioned many times if anyone give me a latest piece of a man this is for you make a program Apple or Java or whatever how do I know I can't operate it I can't operate it you have to get knowledge first then you action طلب العلم فريضة على كل مسلم obligatory for every Muslim the one who doesn't know how to read the Quran come to the sheikh no sheikh there is hafab there is no hafab there is one who knows Quran please teach me there are two or three people they cannot seek knowledge if the one who shy he doesn't want or the one who is متكبر I know my you know I am my value how can I sit with this kind of people you have to go and sit to seek knowledge إنما العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء what does it mean العلماء ورثة الأنبياء the علماء are in heritage of all prophets والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينا محمد صلى الله عليه وسلم and all the prophets do you think they left money behind they left العلم they left what knowledge قال الله فيهم في القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز شهد الله الله witness there is no God no God no Lord except Allah سبحانه وتعالى and الملائكة وأولو العلم see the people have knowledge after Allah and الملائكة الله سبحانه وتعالى appears witness there is no God but He and angels and those have knowledge بل هو آيات بينات في صدور الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم قرآن in the chest of the people who has knowledge فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون when you have any problem any مسألة you need to ask about anything you have to go to whom to anyone in the road or the one who has knowledge go to such and such Muhammad Yusuf Ali Uthman or those people has knowledge has knowledge we have to ask those people who has knowledge أَصَلُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعْنَا وَيُعْلِمْنَا مَا يَنْفَعْنَا أَمِنْ أَمِنْ أَصَلَى اللَّهِ أَلَى سَيْيْدَنَا أَمِنْ أَصَلَى اللَّهِ الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدنا عبد الله ورسوله البشير النذير والصراج المنير صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين ثم أما بعد The importance of seeking knowledge Seeking knowledge is an obligatory for every Muslim This is حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه narrated that محمد صلى الله عليه وسلم more than 1400 of years said طلب العلمي فريضة على كل مسلم It's obligatory for every Muslim You cannot say I don't know When we pray we forward our face to where Al-Qibla If someone forward his face like that It's not accepted The moon comes from east or west You have to know The sun every day from east to west The moon is the opposite Fajr from where We have to know We have to know محرم سفر ربيع جماد محمد صلى الله عليه وسلم Get the knowledge The inheritance of محمد صلى الله عليه وسلم From where How to get the knowledge of محمد صلى الله عليه وسلم From Al-Quran And the sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم وعلموه أهليكم وذراريكم After you get the knowledge Teach your wife Your son Your daughters Your family Then group and make the circle bigger and bigger bigger and bigger العلم نور يهدي من الظلمات إلى النور العلم نور It's a light of Allah سبحانه وتعالى Taking people from darkness to the light of Allah فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثال So know and ask forgiveness for you O محمد صلى الله عليه وسلم Then ask الله سبحانه وتعالى الإمام النووي رحمه الله All of us know الإمام Just live 45 Even he didn't or he doesn't get married at all 45 years He's age 45 Abu Ahmad is over than 70 now He has many books There's a famous book الإمام النووي Every house should have النووي سبحان الله Abu Hanifa Malik Ahmed etc More people knows those more than النووي But his book in everywhere Subhanallah This is what Sadaqatun Jariah for him A running charity for him A running charity When we die We leave this dunya But Allah سبحانه وتعالى will give you three things after your death Even You are in the grave Very famous Everybody knows that Sadaqatun Jariah Like a book Or this book Sadaqatun Jariah Ilmun Yultafaa Bihi Wa Weladin Salihin Yad'ul If you don't know or you don't have all those At least raise one of your son daughter or boy to be a to be a alim When he make dua for you Allah will accept He will say Today before I come here I just abide to the graveyard and just dua for the brother and the sister They were with us here All the time I ask everybody please please and please at least once in a month visit the graveyard your brother and sister they were with you when we die who is going to visit us and make dua they are in need for dua Most of the knowledgeable people they say from al ma to al ma only the Arab people know that al ma the ink when you put your pencil in the ink ma bar to the graveyard our life should be like this our life should be like this the keys of the knowledge what are the keys of so many but Allah subhanahu wa ta'ala means last last line of one ayah 82 the longest ayah in surah al-baqarah it's the longest ayah in surah al-baqarah you need to seek knowledge you have to fear Allah first you have to fear Allah then Allah will give you knowledge and you have to increase from all the time say Allah increase me so be afraid from Allah subhanahu wa ta'ala fear Allah worship Allah then Allah subhanahu who will teach you no one will get knowledge if he feel shy will feel shy oh shy no 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 you never be gay ولا mut kabbir when you said how can I sit with I am my soldier how can I sit you never get knowledge you have to be humble to good knowledge رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام اللهم ما كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم افتح لهم فتحا مبينا اهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا وأتم عليهم نعمتك يا أرحم الراحمين يا حيو يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا 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 إن الله يمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة ينفح شاء والمنكر بقى يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل اذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه من أنت يا أخي أقم الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة